النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويوران ومن لانكسر في ولاية بن سيلفينيا المسؤول السابق في إدارة الرئيس ريغان جيفري لورد أهلا بكما أبدأ معك سيد لورد يعني ما الدافع لهذا التعزيز الأمريكي في شمال شرق سوريا هل هو أيضا ضمن إطار الردع أم يعني المواجهة خطر حقيقي أو بات حقيقيا وتهديد يحتاج لمثل هذا التعزيز الكبير من الناحية العسكرية أعتقد أنه من الواضح أن هذا ردع فهم يعتبرون إيران تهديدا ويريدون ردع أي شيء إضافي قد يحدث علاوة على ما وقع مسبقا لذلك رئيس بايدن اختار فعلا ما يفعله الآن ولا يريد نزاعا واسعا نطاق وإنما يريد أن يضع حدا لما يحدث حاليا لكن كيف تصنف ما يحدث الآن لهذه القوات على الأقل في سوريا أكثر من ثلاثين مرة يتم استهداف هذه القواعد لماذا يبقى التواجد الأمريكي ضمن إطار الرد؟ هل تخشى القوات الأمريكية استفزاز أكبر لهذه القوات الموالية لإيران؟ نعم أعتقد أن الأمريكيين وإدارة بايدن تحديدا ستبدل قسارة جهدها وتفعل ما يلزم لرد على أي استفزازات من فاعلين مختلفين في الشرق الأوسط وأرى أنها تريد أن تبقي الأمور تحت السيطرة لأن هناك تهديدات ومخاطر محدقة وهذه المشكلة دكتور حسين ما سقف الخطر الذي قد تقوم به هذه القوات الموالية لإيران على التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط البعض يرى أن مثل ما تقوم به وفي إطار فقط المناوشات صحيح أن كان هناك اشتباكات لكن ليست مؤثرة بشكل كبير لاستفزاز الولايات المتحدة للدخول في مواجهة مباشرة معها بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء يعني إيران ليست في وارد توسيع دائرة الحرب ولكن هذه القواعد هي كانت تتعرض لهجوم قبل طوفان الأقصى أي أن وضع هذه القوات هو أساسا وضع غير قانوني هناك احتلال وتواجد غير شرعي لقوات أمريكية في هذه المنطقة وهناك مقاومة تواجهها الآن هناك غضب شعبي من الدعم الأمريكي والمشاركة المباشرة الأمريكية في قتل الأبرياء في غزة من هنا ما تتعرض له القواعد الأمريكية هو نتاج وضع شرعي وغضب جماهيري أن تأتي أمريكا وتشير إلى إيران هي تحاول أن تبرر هذا التواجد غير القانوني بأنها لا تواجه مقاومة من المحيط الجغرافي والإنساني في المنطقة بل أن المشكلة هي مع إيران وأن إيران تصاعد أو المتحالفين مع إيران إلى آخره لكن أغلب هذه الفصائل من المعروف أن لديها أولاء لإيران دكتور حسين الأمر واضح نعم إيران لا تنكر أن لها حلفاء في المنطقة وإيران تدعم المقاومة ضد الاحتلال سواء كان ذاك الاحتلال أمريكي أو إسرائيلي إذن أعود لضيفي سيد لورد يعني غضب شعبي في المنطقة ما تتعرض له هذه القوات هو نتاج أصلا وجودها غير شرعي كما يقول الدكتور حسين يعني غضب شعبي في محيطها الجغرافي والإنساني في المنطقة وبالتالي ما سيحدث لها هو نتاج تزايد حدة الغضب لهذا الوجود غير الشرعي وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية أيضا نتاج دعمها المطلق لما تقوم به إسرائيل الذي تعارضه جميع العراف والمنظمات الدولية الوضع ما كان ليحدث لو لم تكن حماس قد غزت إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الذي يقع هو نتيجة لما فعلته حماس هذه المشكلة الرئيسة وهذا يتواصل لوقت طويل منذ سبعينيات القرن الماضي عندما قام الإيرانيون بحجز الرهائن الأمريكيين لنحو السنة وهم كذلك رهنوا بقية العالم ونعرف أن ما حدث مؤخرا هو فقط حلقة أخيرة من سلسلة من الحلقات المتواصلة لعقود من الزمن سيد لورد لكن التحالف استقدم عشرات الدفعات لتعزيز القواعد في سوريا تحديدا ما قدرتها وما حجم الضغط الذي تمثله تهديدات هذه الميليشيات على التواجد الأمريكي في هذه المنطقة أصلا أعتقد أنهم يرون أن المعارضة تريد استهداف الأمريكيين وهذا أيضا يحدث منذ وقت طويل أنا أتذكر لا تمر الرئيس السابق ترامب كان قد أرسل قواتي للاستهداف بعض القوات التي كانت تريد استهداف قاعدة أمريكية وليس هناك شيء جديد هذا فقط استمرارية لمحاداته ويمكن التوقف إذا توقفت الهجمات لكن يمكن التوقف إذا توقف الهجمات لكنها يبدو أنها ماضية للزيادة هل تعتقد ذلك دكتور حسين يعني البعض يرى أن ما يجري قد يتحول إلى حرب الوكالة تكون ساحتها سوريا كيف تقرأ مثل هذه التحليلات العسكرية يعني أولا دعني أشير إلى الكذبة الكبرى التي تطرح من قبل الأمريكان وطرحها يعني الضيف الكريم ما حدث هو ليس نتاج السابع من أكتوبر هو نتاج 17 سنة حصار هو نتاج نقض القرارات الدولية القرار 242 و60 قرار وقعت عليه أمريكا وداسته إسرائيل بجذبتها المشكلة هي أن إسرائيل تستعمل يعني عقوبات جماعية على غزة خلافا للقانون الدولي وتؤيدها أمريكا في كل هذه الجرائم يعني أن يأتي شخص ويقول أن هجوم حماسه وكان السبب هذا هو تجاهل لـ 75 سنة من الاحتلال والقتل والذبح والتهجير وهدم البيوت وعشرات الجرائم التي تخالف القانون الدولي أعود للسؤال يعني أولا احتمالات حرب الوكالة في نطاق ما السبب في التصعيد هو نعم يعني هذا ليس نتاج قرار إيراني إيران أعلنت دائما وأبدا أنها ليست في وارد التصعيد ولكن أمام ما يحدث أمام الكاميرات وأمام يعني كل العالم من جرائم قتل الأطفال والنساء ونقض كل القانون الدولي والقواعد الآمرة له في تصوري لا يمكن أن نتصور إلا أن يكون هناك تصعيد ضد أمريكا التي تدعم هذا الاحتلال في المحافل الدولية تقدم له السلاح والآن تقدم له الرجال تحت عنوين شركات خاصة أو ما شابها ذلك من هنا أمام هذا التجاوز الأمريكي على الحقوق الفلسطينية أتصور أن ردة الفعل في المنطقة ضد القواعد الأمريكية تأتي طبيعية جدا سيد لورد يطرح مثل هذا الفكرة دائما في أي حوار ربما كنت أود التركيز على محور حوارنا لكن دائما ما يطرح يعني فكرة لماذا القفز على حقيقة الأمر قال الدكتور حسين لماذا لا ينظر إذا 17 عاما من الحصار نقض عشرات القرارات التي توقعت عليها أمريكا يعني تجاهلتها إسرائيل وكأنها لم تكن أكثر من سبعة عقود من المعاناة أليس ما يحدث مثل هذا الارتباك الآن وهذا الصراع والتصعيد تجاهل حقيقة الأزمة وما حدث من قبل لماذا حصر الأمر فيما حدث في السابع من أكتوبر فقط أعتقد أن هذه حرب ضد إسرائيل لأن إسرائيل عاشت آلاف آلاف السنين في هذه الأرض وأخبروا بأنهم محتلون لا أعرف كيف يمكن احتلال أرض كانت مملؤة باليهود لألاف السنين حتى قبل أن يوجد أي شخص هناك هذه عدم دقة تاريخية تصاق من أجل تبرير ما يحدث من هجمة وردود والولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي تشاهد ما يحدث تريد أن تردع ولا تريد من الحرب أن تستمر هذه الحرب ستتوقف إذا توقف الهجوم على إسرائيل دكتور حسين لا أود أن أخفز على أيضا هذه الفكرة لكن سنعود لمحور حديثنا حتى لا نشتت المشاهد في أكثر من نقطة دكتور حسين مثل هذه الفكرة التي تطرح من الجانب الأمريكي وأيضا الإسرائيلي هل هي ضمن البربوغندا الإعلامية أم هي رؤيتهم لأصل الأزمة وثقتهم في الموضوع كيف تفسر الأمر في دقائق حتى نعود لمحور حديثنا في تصوري هناك تزوير للتاريخ السيد لم يتعب نفسه في قراءة التاريخ أولا الديانة اليهودية ظهرت في بصر واليهود جاءوا إلى فلسطين ولكن لم يبقوا فيها إلا سبعين سنة وبعد ذلك أسرهم نبو خذوا نصر وأخذهم إلى العراق وبعد ذلك جاء كوروش من إيران وقام بإطلاق صراحهم فذهبوا باتجاه إيران ومنها إلى بحر قزوين وروسيا يعني هو يقول أن هذه الأرض لهم لأنهم كانوا فيها سبعين سنة والعرب الكنعانيين الذين كانوا فيها خمسة آلاف سنة هم ليس لهم حق يعني هذا أنا لا أفهم كيف يمكن لإنسان يتجاهل التاريخ بكل حقائقه ويأتي ويقول أن هذه الأرض كانت لهم وأن الفلسطيني هو المحتل والآن إسرائيل تقاتل المحتل يعني هذا تزوير بشكل عجيب للتاريخ يعني لا أدري هل هذا الأخ قرأ كتاب واحد عن التاريخ حتى يقول كل هذه الأكاذيب هل لديك رد في أقل من دقيقة سيد لورد حتى نعود في آخر ثمانية دقائق لمحور حديثنا أنا بعض النقاط الجدلية لا أستطيع أن أتجاوزها لذا سأترك لك الرد أعتقد أن هناك اختلاف أساسي على التاريخ في المنطقة هنا وأنا نشأت أن أعرف أن اليهود هم هناك لألاف ألاف السنين أنا قرأت الإنجيل وكان هناك موسى وإبراهيم وبعد ذلك تواصل وجودهم هناك والأمور بدأت تتغير عندما أطلق على المنطقة فلسطين وكون الناس لا يستطيعون العيش بسلام في حين أن هناك حاجة للعيش بسلام لا أعرف لماذا لا يمكن تحقيق هذا طيب أكتور حسيني بما نتحدث عن إمكانية توسع الصراع كانت من ضمن الحلول المطروحة مسألة حل الدولتين لماذا لا يلقى مثل هذا الحل قبولا ودعما من الجانب الأمريكي يعني شوف موضوع حل الدولتين رغم أن إيران قد لا تتبنى هذا الموقف ولكن هذا الحل هو الآن من ينقضه هناك اتفاق تم التوقيع عليه قبل ثلاثين سنة وهو اتفاق أصول لماذا لا تقبل إيران أليس من الواقعية التعامل به عفوا المقاطعة تكتور حسين أليس من الواقعية التعامل به على الأقل إيجاد حل يعني إيران تقول أن إعادة أي شبر من الأراضي الفلسطينية هو مقبول من هنا إيران تتقبل الموضوع وليس ضمن إطار حل نهائي ما أريد أن أقول أن أوسلو وقع قبل ثلاثين سنة وأمريكا ضمنت تطبيق الاتفاق خلال خمس سنوات كان يجب إعلان دولة فلسطينية ولكن إسرائيل في عام 2002 شارون احتل الضفة الغربية مناطق ألف وباء وجيم كلها أنه داسها بجزمته وبعد ذلك يعني إسرائيل قامت بإيجاد مستوطنات والآن هناك في الضفة الغربية أكثر من سبعة سبعمية وكمسين ألف مستوطن من هنا هي لا تريد إعادة الأرض من هنا حل الدولتين الذي يبثل قرار دولي وموقع من أمريكا واتفاق أوسلو يؤكد على ذلك من لم ينفذ على أرض الواقع هو إسرائيل إسرائيل ترفض يعني نتنياهو قالها بعظمة لسانه أنه يرفض تنفيذ أوسلو وأن الضفة يجب أن تضم إلى إسرائيل من هنا المشكلة في المنطقة هي نتاج السلوك العدواني التوسعي الإسرائيلي وليس الفلسطيني هذا السلوك العدواني التوسعي سيد لورد هل تعتقد أنه سيتسبب في توسع دائرة الصراع أم فكرة الردع الأمريكية قادرة على ضبط الأمور في الشرق الأوسط حتى لا ينتشر أو يتوسع هذا الصراع أنا قلق بأن هذا النزاع قد يتوسع لأنه يتواصل لوقت طويل وطبعا وقتا طويلا قبل السابع من أكتوبر وهذه مشكلة وإلى أن يتمكن الناس من تسوية الحل لن يكون هناك أي أفق أنا مع حل الدولتين ما دامت الدولتين تتعايشان بسلام ولا تقوم فلسطين بمهاجمات إسرائيل لأنه إذا حصل ذلك لن يكون حل للدولتين دكتور حسين اتهمات متبادلة هناك من ينظر إلى أن إسرائيل تدفع الولايات المتحدة إلى توسيع الصراع حتى تكون في مواجهة مباشرة مع إيران وهناك من يتهم إيران أنها تحاول جر الولايات المتحدة إلى أيضا يعني توسيع نطاق الحرب وأن تدخل مباشرة في هذا الصراع في ظل هذين الاحتمالين أيهما ترى أقرب للواقع وما قرب المشهد من بالفعل التوسع توسع هذا الصراع يعني أولا الاستراتيجية الأمريكية الآن هي الأولوية للصين وروسيا وليست لإيران أو الشرق الأوسط وعندما تقول الإدارة الأمريكية أنها ليست في صدد توسيع دائرة الحرب في المنطقة في تصور هذا يأتي على خلفية هذه الاستراتيجية إيران أيضا تقول أنها ليست بصدد توسيع دائرة الحرب لأن الآن هناك في غزة المقاومة تقوم بعمليات بطولية يومية رغم القتل الذي يقوم به الكيان الصهيوني هناك المئات من العسكريين الإسرائيليين الذين يقتلون أصبحت المركابة مقبرة للجنود الإسرائيليين وكذلك في الجبهة الشمالية وهناك من اليمن والعراق والسورية من هنا أتصور أن هناك أطراف هي الآن تقاوم الكيان الصهيوني والظروف لا تفرض على إيران أن تكون متواجدة في هذه الساحة ضمن هذه الرؤية أتصور أن توسيع دائرة الحرب الآن غير مطروح لكن سيد لورد أنت ترجح توسع الحرب كيف وما السيناريو الذي ترجحه في دقيقة إذا سمحت قبل أن أنتقل إليك دكتور حسين أمل أن لا يتوسع النزاع طبعا وأمل كذلك أن يتفق الجميع على عدم توسيع النزاع أكثر مما هو مستفحي الحالية وأمل أن يتم حل المشكلة الآن وينتهي الأمر ولا أحد له أي منطق يريد أن يرى توسعا ذلك وهذا ينطبق على الأمريكيين لذلك أعتقد أن أفضل الشيء هو حال الخلافات الموجودة وبعد ذلك تجاوز العرقيل وهذا الاحتمال يبقى قائما لكن هناك صعوبات الضربات وصلت إلى عمق الداخل اللبناني في المواجهة مع حماس هل تعتقد أن يبقى الأمر في إطار المواجهات ولن يتتوسع دكتور حسين أم هناك احتمالية لاشتعال في منطقة ما باختصار يعني في تصوري هناك إدارة للصراع في الجبهة الشمالية إلى حد ما مضبوطة ضمن إطار الفعل ورد الفعل ليست هناك من إرادة لدى الطرفين في إعلان الحرب بشكل مباشر البقاء في هذه الحالة ضمن إطار الفعل ورد الفعل أتصور هو الوضع المطلوب لكل الأطراف دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران كنت معنا من طهران ومن الأنكسر في ولاية بن سيلفينيا المسؤول السابق في إدارة الرئيس ريغان جيفري لورد شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا النقاش اشتركوا في القناة